الناخب الوطني جمال بالماضي يرفع شكوى للقضاء حيث أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي له على الموقع الإلكتروني عن تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية الإقليمي المختص عقب التصريحات الكاذبة والتضليلات التي تبث في حصة فوتبول عبر قناة الوطنية تيفي والتي كانت تهدف إلى خدع وزرع الشك لدى الرأي العام الرياضي وضف نفس البيان وسيسمح هذا الإجراء بتسليط الضوء على هذه التجاوزات المتكررة من طرف بعض ممتلي وسائل الإعلام التي يتوجب عليها الرد أثناء مثولها أمام العدالة من خلال تقديم الأدلة مع احترام القانون وتطبيقه الصارم هذا وكان جمال بالماضي اشتك في الكثير من المرات من الانتقادات التي توجه له في البلاطوهات التلفزيونية عبر البرامج الرياضية التي تبث عبر القنوات الخاصة لكنها المرة الأولى التي يتجه فيها إلى القضاء ويرفع شكوى رسمية بطلب وبرئاسة من الاتحاد الوطني لكرة القدم ترجمة نانسي قنقر